على امتداد الجغرافية المقدسية بدأت سلطات الاحتلال مجزرة هدم طالت منشآت تنفيذا لتعليمات ما يسمى وزير الأمن القوم الإسرائيلي إتمار بنكفير بهدم 14 منزلا مقدسيا سماها غير مرخصة قوات الاحتلال مدججة بجرفاتها وبترسانات الحربية قاموا بهدم بيت مكومسة بأطباقات بالأمس واليوم أيضا قاموا بهدم أرض أكثر من نص دنوم بحفرها وتخريبها وأيضا في سلوان وكل مناطق أحياء القدس المستهدفة لدى قانون بنكفير الذي ينص القانون العنصر الذي ينص على هدم كل بيوت المقدسيين الغير قانونية التي يعتبرها هي غير قانونية مع أنهم لم يعطوا لا رخص ولا استصدار رخص ولا مشاريع التنظيمية لهذا السبب هذه دولة دولة أبرتهايد دولة تطهير عرقي هي تنتهج سياسة تطهير عرقي هي لا تريد أي مقدسي على وجه هذه الأرض هي تريد تفريغ المدينة من أهلها ونقول نحن موجودين مرابطين حتى زوال هذا الاحتلال هنا في الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك هدمت آليات الاحتلال سورا استناديا لعائلة أبو تاياها ثم انتقلت إلى جبل المكبر شرق المدينة المقدسة لتغرز أنيابها في منشأة تجارية قيد الإنشاء وأحالتها إلى ركام ولم تتوقف إلا عندما سوت منزلا في قرية سور باهر بالأرض فجأت فيهم أنا على أسطوح الدار الجيش الصبحيات وطلعت بس بحكي معاهم لسا بحكي لي لمين السور هذا قلت له هذا السور إلي ما كملتش يعني أنه وقالوا لشوفي يعني وقالوا بدهم لنهد السور وقالوا ماذا يعني قرارات بنكفير اللي بلشتوا في هدم الدور والمباني اعتدوا علي أول واحد هجموا علي بدون سابقة انظار ولا أي شيء بل أنا انزلت وهدموا لا أعطوني مجال أحكي ولا شيء هدموا البيوت المقدسية ليس بحاجة إلا لكذبة أن البيت بني بلا ترخيص وأن المقدسي مخير بين هدم منزله بيده أو هدم الاحتلال لها وتدفعه تكاليف الهدم بهدف فرض تغييرات ديمغرافية والانقضاض على الوجود الفلسطيني ولتوسيع أطماعها الاستيطانية في مدينة القدس مجزرة هدم طالت مناطق عدة في القدس لتكون شاهدة على عدوان احتلالي يدمر كل عناصر الحياة تنفيذا لقرار رسميا لحسم معركة الجغرافيا والديمغرافيا في المدينة من بلدة جبل المكبر ليالي عيد مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر